اهلا بكم في الحلقة السادسة من مسلسل لقلق واللي بيبدأ باجتماع الطارق ولقلق وعزة شامي ومدير اعمالها الجديد مجد هلال اللي كان مدير اعمال كاميليا النجمة الشهيرة ويفهم لقلق على النجومية وانها لازم تكون باحساسها ومشاعرها وتكون زي النجمة في السماء الناس كلها تبص الفوق وارول فتحة على عقد وانها هي متحمسة وعندها حماس وعزة مجدي انت موافق على كلامها ده هي قالت له ان انت لخص انا فاهمة كل اللي انت بتقوله ده وارياه ام حاجة عند الامانة والنظافة وعدم الخيانة وانك تقف جنبي ولما قاعد تقول لي انا ويعت وتكون صريح معايا يا مجدي يا هلال اللي هنعجبني فيك حماسك وان شاء الله هتوصلي بسرعة وطارق كان معجب بها جدا هو وعزة شامي المنتج الكبير وتنبق لها بمستقبل باهر جدا ومجدي قال لها لازم تسمعي كلامي في كل حاجة الصغيرة والكبيرة ووفقت لقلق وارول فتحة وهيمضو العهود بتاع الشركة الانتاج الكبيرة بينهم وعقد الاحتكار وبتبدأ اول سلالم المجد فعلا وده المنظر وهم بيقروا الفاتحة بعد كده كاميليا نجم المشهورة جابت مدير اعمال جديد وكانت قاعدة معنانسي وبيكلمها بيقول لها طبعا انا كنت باحلم ان هشتغل معاك وانا هكلم كل الملحنين والمغلفين علشان نعمل اغاني جديدة لكاميليا وهنعمل دعاية كبيرة جدا وكاميليا كانت مبسوطة بي وتقول لنانسي شايفها مش تقوليني مجدي هلال قال لها مجدي ده خلاص تمسح ولقلق دي هتجيب اخره واول ما جاء بتسيرت لقلق وقال لها ده مطربة فشلة وهبطة مدير الاعمال الجديد وهي اول ما سمعت سيرت لقلق زعلت وحزنت والشهاء تغير كاميليا لانها بدأت تغير منها فعلا وقال لها انا استأذن دلوقتي مدير الاعمال الجديد وجوزها جيه وكلمها قال لها انا اجيب لك عرض خيالي عرض كبير جدا اهلانات على المحور على كبري اكتوبر فرحت كاميليا بس قال لها الاسف في مشكلة واحدة بس انه هيقل تلاتين في المية عن الاجر بتاعك او الاهلانات بتاعتك زهلت او كاميليا قالت له كده انا مش النجمة الاولى في مصر واتضيقت وزهلت او قالت له كده انت تعمل معايا كده وقال لها انت متضايق انا مش عارف اكلمك دلوقتي وقامت سيبا ومشي بعد كده هو حضانها وقال لها حقك عليها ما تزعليش. طارق بيكلم ماجدي بيقول له لازم تزبط دماغ اه مروء اه لقلق دخلت لقلق وقبلت ماجدي وقال لها قالت له اعدل نفسك شوية يا مجمجة قال لها انا اسمي ماجدي وقال لازم تسمعي كلامي في كل كبيرة وصغيرة وطارق طبعا كان معجب بطريقة كلامها وقال لها انا اللي اختلت كل حاجة وانها لحضرت الموضوع طارق قال لها اللي انا مش اخرج معها في حتة تانية ده فتحتني عنده الكوافير قالت له لقلق ده هي اللي بتاخد الكارت بتاعك انا رحت الكوافير والصور معايا لما عرفني واشتهرت والصور ومرضيش ياخد حساب الكوافير واخد الصورة بتاعته على الصفحة بتاعته على الفيسبوك ومجدي تنرفز قال له ممكن اعطيكو هنا كده انت بوصي الحملة الايرانية اسمها لان انت ما تصوريش باي صورة مع اي علامة تجارية خالص طارق بعد كده قال مجدي اخد نهال بوكلمه مع بعض في التفاصيل وعايزكو تزبطه كل حاجة تطلبها من نهال هي تعملها لك وقال لنهال اي حاجة يطلبها مجدي علشان لقلق انت تعملها له ومش عايزين اي تعطيل احنا عايزين اشتغل بجد بعد كده قال لقلق سواني انا عايزك تعالي معايا وبعد كده طارق خد لقلق في الهول في الصالة بتاع البيت الكبير جدا ده قال لها انتي مبسوطة قالت له ايوة انا مبسوطة قالت له ايه قال لها ايه رأيك في البيت ده قالت له ده بيت جميل جدا انا ابتكرته سواء اقعت افراح قال لها ده البيت ده بيتك قالت له لا انت هتخشي لي بقى بالكاتم والتليفون والعرض والحاجات دي انا مش كده انا مش مال لو انت كنت تفاكرني عشان بالبيت هتعمل معايا الحاجة الغلط لا ارمي كل الكلام ده في الزبالة انا امشي وادورها لوحدي ومع السلامة قال لها السنين تراحها فين انتي مش شايفاني صح انا شايفك لما بشوفك بتفرحي انا بفرح لما شوفك بتبقى سعيدة انا بقى سعيد انا كل همي في الدنيا اني اشوفك سعيدة وتفرحي قايت له اخرب بيتك انا اول مرة حد يقول لي الكلام ده في حياتي كلام الجميل ده وبعد كده صدقت طارق ومجدي بيقول لك نهال صدقي شكل طارق حب لقلق بجد وطبعا نهال اتصدمت وحطت ايدها على خدها طارق دخل البيت وحضنته داليا امراته وكانت لبسة لبس جميل وحملاله صهرة حلوة وعشاء رومانسي الاف مالك قايت له مالك نايم تعالى بس هنا انا عملالك العشاء اللي انت بتحبه قاعد قال لها كده في حاجة غريبة قوي انا مش متعود على الجو الرومانسي ده من امتى كانت في رومانسية بينا وحب انا قالت له انت اللي فصيلة هو قال لها انا مش فصيلة انا صريح احنا مش بنعمل كده اقولي بسرعة بسرعة انت عايزة ايه قالت لها انا عايزة بيبي قال لها لأ طبعا انا مش عايز بيبي انا كفاية كده اصلا وكانت خلفة غلط اصلا بتاع مالك انا مكنتش عايز خلفة قايت له انت مش بتحبه وقال لها انت مجنون انا مقولتش كده انا بقول ان انا مكنتش عايز خلفة واسابها ومشي لما قايت له تعالى اصمعي والدايق واسابها وقال لها على فكرة البنك جاء لرسالة انك سحبت رصيد كبير النهار ده منين ايه اللي عملت بي ايه قالت له ايه رايك في العشاء قال لها هو ده الرد على سؤالي طب سلام انا بقى داخل انام وداخل ومتنرفز واسابها في الوقت اللي كانت لو لو في ومروة بيتجولوا في الفيلا او القصر او البيت الكبير عايز تقول عليه زي ما تقول ومفرحانين ومبسطين بتقول له طارق بتقول لها طارق ده ما عندوش صحاب قالت لها ما فيش غير نهال الغيبية دي قال لها ان شاء الله يكون عنده صاحب وتتجاوزيه يا مروة ولو لو قالت لها خلي مروة بيقول لها خلي بالك يحس يكون متجاوز ويتحكى لك قالت لها ما تلغبطيش دماغي انا هتقص عليه لا دخلت لقيت بوكيل ورد مكتوب في رسالة من طارق مبروك بيتك الجديد فرحت او لقلق وحضنت بوكيل ورد بعد كده دخلت عليها مروة تاني وقالت لها اللبس ده كله القوضة دي هل هتلبسيني منه قالت لها طبعا انت تلبس معي وقالت لها هننم معيك على السريل ده حتى في اخر السريل قلت لها عيب عليكي انا وانت اخوات ومش هنسيب بعض ابن العمري ما سيبك وانت هتعيش معنا هنا قلت لها ده انا سيبت من مغبز بعد كده شافوا الجاكوزي وجيروا عليه ومسكت السماعة مروة تفتكرها تليفون فبتتصل ودسوا على الزرار راح طلعت مية وهو دش وهم ما كانوش عارفين وقاعدين يهزروا مع بعض بالدش ويغرقوا بعض من مية وافتكروا الايام الجميلة او القاسية التي كانت في الدور وهم كانوا بيلعبوا مع بعض وهم الاتنين الاصحابي لوحدين لبعض وهم عشرة السنين كلها والسرجعوا الذكريات كلها مع بعضيهم مروة ولقلق وعمرهم ما يفترقوا وده اللي اثرت عليه ولقلق واللي هنعرفه في نهاية الحلقة وتحدد به طارق وتحدد به كل العالم بعد كده بدأت لقلق تتعلم البيانو ولعب البيانو وكل ده شغل مجدي هلال المدير الاعمال الجديد وزبط لها الكوافير والمكياج والشكل والاناقة بتاعتها ولبسها وشعرها وطريقة الاكل بالشوكة والسكينة وفضلوا يعلموها لغاية ما تعلمت بعد كده علمها على اللابتوب وبدأت تغلق في الاول بعد كده مجدي كان بيصلح لها ويتصل بطارق وبتحبه مجدي بيقول لها ان مش وقت ودلوقتي ده في وقت شغل وخد منها التليفون وقال لها لأ دلوقتي انا اللي مسك كل حاجة تسمعي كلامي في كل حاجة وخلها تلعب جيم ورياضة وتحافظها نفسها عشان تبقى راشيقة وانيقة مجدي قام بدوره تمام حتى تعلمت اللابتوب تماما والكتاب عليه مجدي راح لكاميليا قال لها عايز ان نفرق بين الصداقة والشغل انا جاي لك يا صديق مش عشان شغل قالت له انت اللي كسرتيني وانا اللي عليتك وتالت تربع شهرتك بسببي انما دلوقتي انت هتضيع نفسك عشان اخر حاجة هتتكتب في الملف بتاعك انك اشتغلت مع لقلق وهي لو توقعك عشان كده انا قلت بقصلي وقلت اعرض عليك تاني انك تشتغل معاها معايا قال لها اسف انا وقعت عقد مع لقلق قالت له هديك الدبل او الضعف قال لها ان من امتى وانا كنت شخص مادي يا كاميليا انت اللي انت اللي خسرت كتير واحنا ما اختلفناش غير في عدم اختلاف الافكار بيننا وبينك قالت له على فكرة انا جبت مدير اعمال جديد وبيسمع كلامي بالحرف الواحد قال لها طالما بسمع كلامك بالحرف الواحد يبقى مبروك عليكي يبقى هتوعي قريب واستأذن ومشي اسابها مصدومة ورفض العرض بتاعها كاميليا طارق جي من ايطاليا في الطيارة الخاصة بتاعته هو ونهال وهنا وهو نازل من الطيارة الخاصة ونهال بتقول له انا رايحة ازور بنتك في المدرسة اتودينا زقها زق وحشة كده وعملها وحشة وقال لها انا هوديك الغاية العربية بتاعتك وانت تروحي في اي مكان انت عايزاه انا مش فاضي وركب العربية هو ونهال ومشي من المطار طارق دخل بيته بس داليا مراته وتفاجئ بوجود ام نهال في البيت وبتقول له انا عاوزاك يا طارق تجاوبني اجابة واضحة في حاجة بينك وبين اه نهال بنتي قال لها انت لها ستاشر سنة شغالة معك ومهراش غيرك ومش مش مشغولة غير بيك انت قال لها دي نهال اخت ومسكة شغلية وهي درعليمين وبتعمل كل شغلي وبعدين عيب انك تحط بنتك في موقف وحش زي ده مع انها متربية كويس جدا وعيب اصلا انك تيجي هنا وتحرجيني وتسألي السؤال ده قدام مراتي عشان تعملي مشاكل في حياتي عيب جدا يا طنت وده غلط اللي انت بتعمليه قالت له غصب عني يا ابني انت موقف حالها وانا افتكرت ان بينكو حاجة ان ستاشر سنة هي حالة واقف ومتعرفش غيرك وانا اسفة واستأزنت ومشت وطارق قال لها انت مش تتغدي معانا قالت له لا سوري انا اسفة ومشت ام نهال وطارق طبعا داليا بسط له بسط غايبة جدا اه نهال رحت لبنتها منا وبننا بتحكي لها بتقول لها انا شفت بابا ونهال اتخضت قالت له لها انا شفته في الحلم كان ماسك هدايا كتير وكان لسه يمسك ايدي بس جي يمسك ايدي ويحظني راح الحلم خلص قالت لها ما هو ده الموت ربنا ارحم بابا وجد تليفون لان النهال من طارق وكان متنرفز جدا وقال لها انت مش كفاياكي زن بعتالي رمي امك علينا علي عشان تحرجني مع امراتي ويجي تقول قدامها انت ايه في حاجة بينك وبين نهال قالت له ازاي انا ما قلتش كده للماما ابدا قال لها امال ايه يعني انت الصعباتي قالت له لو انا عايزة اعمل كده كنت عملتها من ستاشر سنة انا هكلم ماما مش عشانك انت بس عشان ما تزنش عليها تاني سلامة اكلم بنت عشان وحشتني وحضنت منا ومشت بيها وقالت لها بابا كان جميل الله يرحمه مجدي اه قاعد مع لقلق وبيتكلمه على الصور وقالت له انا عايزة الصورة دي احطها على الانستا وقال لها ده اسمه ايه قال لها اسمه لابتوب قال لها الصورة تقسم لقسمين قسمة يروح المجلات والقسمة يروح السوشيال ميديا وانا تعقدت مع شركة تاخد كل الاو كوانتات بتاعات بتوقيت وتعوتك والحسابات والصورة دي بالذات انت لازم اسمع كلامه وطارق دخل وقالت الحمدلله على السلام مش تقول انك جاي كنت عملت لك محشي وفراخش امرت قال لها انت دخل على واحدة حامل وفضل اتحاكم مع بعض وقال له مجدي ايه فين اللي تعلمت لها لا مجدي بيتكلم بنفس الطريقة بتاعتها ياسطة وازاي وهنط ودوس على الزر قال له يا انا ربي انا فاكرك هتبقى هرجع علاء نفسي مع فيروز وإلياس رحباني قال لها قال له ده لقلو دي تكسب تغلبني انا وانت وفيروز وإلياس رحباني قالت له حاضر يا مجدي لما افضلك هرقلك واعكشك وفضلوا يهزروا مع بعض وقالت له خد يا طارق انا عاوزاك بعيد عن ودان مجدي دخلت مسكت ايد طارق وقالت له فرح طارق وبس ايديها وقال له وانت كمان وحشتين قالت له لا انا مش بتعلم انجليزي انا حس بيك فعلا قال لها انا هسافر تاني قالت له لا بلاش سافريات قال لها هنسافر ايطاليا قالت له خلاص ايه اللي حلو في ايطاليا قالت له خلاص هاتلي واحدة ودخلت مروة في الحوار وقالت له انا عايزة واحدة بالسجوء قال لها مين دي قالت له مروة صاحبتي قال له ايه عايزة تعمل ايه هنا قالت له هتعيش معنا قال لها ازاي يعني? وخد لقلق على جنب وقال لها يا لقلق لقلق دي هي اللي تفضل وسانية بكل تفاصيلها دي ماتت. ما ينفعش تجيبي اي ماضي من تاريخها واللق مروة دي مش هتعيش هنا. قالت له لا هتعيش معي ودي عشرة عمري. وحبيبتي واختي وكل حاجة في حياتي. قال لها هتمشي قالت له لا مش هتمشي. ولو هتمشي هي انا همشي قبليها.